مرحبا بكم على صفحة ترسانة يمكنكم أيضا متابعة تسجيلاتنا والمقالات الكاملة على موقع ترسانة دوت نت لا يجوز أن يوهنى المرء نفسه أو أن يفرح من وقوع حرب حتى ولو كانت لا تجر الضرر عليه مباشرة لأنه في النهاية بحايا الحروب هم دائما المدنيين والفئات الاجتماعية الأضاف لكن لا يمكن إنكار المثل القائل إن مصائب قوم عند قوم فوائد ليست المعارك على الحدود الروسية الأوكرانية هي التي ستؤدي إلى تداعيات على دول الشرق الأوسط وإن تحولت من منواشات إلى حرب أوسع بل سيكون التأثير بسبب الحرب الباردة التي ستدوم بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي قبل أن نتناول التحولات الممكن أن تحدثها النزاعات بين روسيا والحلف الأطلسي في المنطقة العربية ومحيطها يتوجب علينا تقييم تموضع كل دولة على حدة وترابط الملفات بينها عندما نقدر أن نحدد أين تقف الأنظمة والحكومات سنستطيع نسبيا أن نستنتج مواقفها وإذا كان هذا الصراع سيأتيها بارتدادات سلبية أو إيجابية في هذه الأزمة أو غيرها ليست المعطيات أو الحقائق ما يحدد العلاقات والتضامن بين دول الشرق الأوسط وبقية الدول في العالم بل مواقف هذه الأنظمة محكومة بالارتباطات التبعية لذلك من المتوقع استفاف هذه الدول بالمعزل عن الواقع أو حق روسيا في الهجوم على أوكرانيا أو في حق هذه الأخيرة من تحديد مسارها السياسي والانضمام للنادي المعادي لروسيا أول من تمحور بين هذين المعسكرين هم دول الشرق الأوسط ولا تستطيع أي دولة مشرقية أو عربية أن تدعي الحياد في هذه الأزمة فمنذ زمن بعيد فرض الغرب واقعا سياسيا على كل دول المنطقة وحولها إلى ما هي عليه اليوم إما دول تابعة وتحت وصاية سياساته الإمبريالية أو إلى دول ممانعة ومعادية لتموحاته ماذا لا يحاول احتوائها أو تحويلها إلى بلدان هامشية ومعزولة دوليا والتصنيف التالي لتبعية هذه الأنظمة لا يأخذ بالاعتبار المواقف المعلنة على ضوء هذه الأزمة فالديبلوماسية لا تعنينا شيئا ونعتمد على الثوابت والمسارات التاريخية لهذه الأنظمة طبعا ليس هناك مبرر بديهي لأن تعادي أي دولة عربية أو مشرقية روسيا الاتحادية وأن تضمر لها الشر باستثناء تركيا المنضوية في حلف الناتو لكن السؤال ليس هنا السؤال هو هل ترسم هذه الدول سياساتها الخارجية وتضع استراتيجياتها بنفسها أم هي تنفذ فقط إملاءات الدول المهيمنة عامة وأوامر واشنطن خاصة هل كانت السعودية تحارب الاتحاد السوفيتي في الثمانينات وترسل ألاف الشباب للجهاد في أفغانستان من تلقاء نفسها إذا كانت فعلا تفعل ذلك نصرة للمسلمين في دولة إسلامية اشتاحتها موسكو فلماذا لم تكرر الفعل عندما اشتاحت ودمرت أمريكا أفغانستان والعراق وغيرهم أو عندما تمارس الإبادة الجماعية ضد المسلمين الروهينجا في ميانمار أو عندما تتخذ الهند إجراءاتا وتعلن قوانينا عنصرية ضد مواطنيها المسلمين أما في الطرف الآخر سنجد دولا لم تكن بالضرورة منحازة للروس ولكن الضغوطات الغربية عليها وانحياز الغرب المطلق لإسرائيل زيادة على التموحات الاستعمارية الجديدة الهادفة للسيطرة على الموارد الطبيعية والبشرية لديها هي التي دفعت بهذه الدول الصامدة إلى التعويل على الشرق ولم يعد هذا الشرق يعني قطبا واحدا كما كان الحال على العهد السوفيتي لأنه كما إن الغطرس الإمبريالية الغربية وحدت الشعوب العربية والإسلامية المناوئة لها فهي وحدت أيضا مسار الدولتين الأقوى في العالم الغير خاضعتين للغرب أي روسيا والصين وتلتف حول هاتين القوتين دول أخرى في تحالف بات ملموسا ومفعلا أكثر من الماضي قبل أن نتداول التداعيات المنبثقة من الهجوم الروسي على منطقة الدونباس والرد الغربي وتأثيرهما على مجرى الأحداث في العالم العربي وشرق الأوسط يجب أن نحدد من يدور في الفلك الغربي ومن يدور في الفلك الشرقي أو من يستطيع أن يدعي الحيادية بنسبة ما إذا بدأنا بالدول المنضوية كليا تحت لواء الغرب ولا تملك أي هامش سيادي صغير للمبادرة فنحن نصنف توجهات الحكومات الخاضعة للضغوطات والاستفزازات الخارجية ولا نتحدث عن الشعوب وتطلعاتها الدولة الأكثر انخراطا في المعسكر الغربي هي طبعا تركيا لأنها عضو فعال في حلف الشمال الأطلسي منذ عقود وثاني قوة برية فيه هذا التموضع طبيعي بنسبة لتركيا التي تتنافس تاريخيا مع روسيا على المفوذ في منطقة القوقاز والبحر الأسود وبحر قزوين وحتى في آسيا الوسطى يوجد الكثير من الملفات الشائكة التي تعزز من التصاعد في الخصومة بين البلدين وصلت إلى حد الاشتباك والمناوشات التكتيكية في سوريا بالرغم من كل ذلك سعت أنقرة لتحسين علاقاتها مع موسكو بعد تأثرها بالمقاطعة الاقتصادية الروسية وتوجت تركيا هذا التغيير النسبي بشراء منظومة الاس 400 من روسيا إلا أن هذا التغيير لم يدم طويلا فها هي تركيا اليوم تسلح أوكرانيا بمسيرات بيرقدار وأساسا ما ذالت أمريكا تنشر العشرات من قنابل بـ 61 النووية في تركيا وباقي الكلام لا معنى له حاولت السعودية في الآوينة الأخيرة أن تتقرب من روسيا للتخفيف من مساعي واشنطن لاستفزازها ماديا أكثر بحجة ملفات حقوق الإنسان تأتي هذه الخطوات للإحاء فقط إنها تملك خيارات بديلة ومع إنها حاولت أن تزين هذا التوجه بعقد صفقات تسلح مع موسكو لكن هذا السيناريو لم يقنع أحد وهو ببساطة سخيف التصور أولا لم تتم هذه الصفقات وحتى لو هي تمت فلن تمثل إلا نقطة في بحر الإنفاق على مصانع السلاح الغربي والاستثمار في شركاته واللبيات المؤثرة على قراره الكل يعرف مدى الاندماج العضوي للاقتصاد الخليجي في البنية الغربية على كل الأصعدة فلا المملكة السعودية ولا الإمارات ولا قطر ولا البحرين يملكون استقلالية القرار لأنهم وضعوا تقريبا كل بيضهم في السلة الغربية عبر استثمارات إرضائية لأوروبا أو خوات للحماية من أمريكا ألم يقول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في العلن إن السعودية بقرة حلوب لا تصمد أسبوعين من دون دعمهم ألا يوجد جنود أمريكيين في كل هذه الدول فكيف ستنأى بنفسها عن الصراع بين واشنطن وموسكو المغرب أيضا مرتبط اقتصاديا بالغرب وخاصة أوروبا لأنها أكبر مستورد لتصديراته وصناعاته والجالية المغربية كبيرة في فرنسا إسبانيا هولندا وحتى في كندا ما يدر عليها مداخيل إضافية للسياحة التي مصدرها أيضا أوروبا بنسبة كبيرة أما في البعد الجيوستراتيجي فالمغرب يتكل بتسليحه كليا على الغرب الأردن له علاقات تاريخية مع الغرب ويحصل على مساعدات اقتصادية ومنح عسكرية أمريكية مع أن عمان على علاقة جيدة بموسكو حتى أن هذه الأخيرة أنشأت مصنع صواريخ مضادة للدروع في المملكة الهاشمية لكن تبقى علاقة الأردن بالغرب المتمثل بواشنطن ولندن أقوى في الضفة الأخرى سنجد دول عربية وإسلامية محسوبة على روسيا حتى لو لم تكن مرتبطة فيها بتحالف رسمي إلا أنها تتكل عليها بشكل أساسي في مسائل التسلح والدعم السياسي في المحافل الدولية في طليعة هذه الدول هي إيران بعد أن كان شعار الثورة الإسلامية لا شرقية ولا غربية أصبحت الآن طهران في المعسكر الشرقي كليا وهذا بفعل الضغوط الغربية اليوم تستمد إيران الدعم من روسيا على الصعيد العسكري والتقني والنووي والأهم من ذلك هو دعم موسكو لإيران في مجلس الأمن للأمم المتحدة وفرض حقها بالفيتو على أي قرار ضدها كما أن روسيا وإيران دولتين مؤثرتين في قطاع النفط العالمي فتنسيقهما في هذا المجال له بعدا اقتصاديا هاما دوليا وبنفس الوقت إيران قريبة سياسيا من الصين أيضا ومن كوريا الشمالية الصديقتان لروسيا سوريا هي من تملك أقدم علاقة استراتيجية مع روسيا منذ استقلالها وتكوين هويتها لم تزيح دمشق عن خط تفضيلها لموسكو لا داعي لنذكر أن روسيا لم تنشئ يوما قاعدة عسكرية خارج أراضيها إلا في سوريا وقاعدة طرطوس موجودة منذ عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد الكل يدرك إنما قدمته روسيا لسوريا من دعم عسكري بشري ومادي برا بحرا وجوا لتستعيد الدولة السورية السيطرة على أراضيها ودحر الحملة الغربية الخليجية الصهيونية عليها لم تنفذه لأي دولة أخرى في تاريخها وهذا لم تكن أول مرة تضحي روسيا بجنودها في سوريا إذا أخذنا في الاعتبار الطيارين الروس الذين سقطوا في الحروب العربية الإسرائيلية وبعكس أغلبية الدول المنطقة التي تتسلح من روسيا فعتاد الجيش السوري هو حصريا من إنتاج روسي إذا استسنينا السلاح المصنع محليا والصواريخ المستنسخة من النماذج الإيرانية والكورية فسوريا تملك أيضا علاقات متينة مع هاتين الدولتين الصديقة لروسيا في تصنيفنا للدول المتماشية مع روسيا الجزائر هي ربما الأهم من المنظور الروسي في ظل ما يدور في هذه الحرب الأوروبية ببساطة لأن الجزائر هي الأكثر تأثيرا على أوروبا من حيث قربها الجغرافي واتكال جنوب أوروبا على غازها ونفطها ولأنه لدى الجزائريين حساسية من الأطماع الغربية عامة وفرنسا خاصة التواجد العسكر الغربي وقواعده المحيطة بها من الشمال والتواجد الأمريكي في المغرب على غربها والفرنسي في دول الساحل على جنوبها أو تأثير الناتو في ليبيا على شرقها لا يمكن أن يطمئنهم والجزائر واعية لمساعي فرنسا لزعزعة أمنها ومحاولة تقسيمها بتأجيج موضوع الأرقيات والقوميات ودعمها لإنشاء كيان أمازيغي مستقلا للبربر لكل هذه الأسباب تتمحور الجزائر منذ الاستقلال في المعسكر الشرقي علاوة على أن روسيا لم توفر طلبا للجزائر ولطالما مدتها بأحدث ما تملك حتى للسلاح الذي رفضت تصديره لدول أخرى مع أن الحياد معدوم في سياسات الشرق الأوسط إلا أن بعض الدول تحاول أن تقف على مسافة واحدة من الطرفين يوجد بالفعل دولا لا مصحة لها أن تجهر عدائها لأي طرف مصر مثلا مرتبطة اقتصاديا وتسليحيا بالغرب وتتكل جزئيا على الاستثمارات الخليجية وهذا يشكل أداة ضغط غربية غير أن مصر لا تسلم قرارها للغرب أو غيره وتحاول أن تنوى ارتباطاتها على الأقل منذ ثمانية سنوات للتقليل من مفعول الضغطات الأمريكية في هذا الصدد قامت القاهرة بعقد صفقات ضخمة مع موسكو وبكين وباريس لكن هامش السيادة يقف عند حدود الواقع الاقتصادي طبعا يوجد دول عربية أو مسلمة غير معنية بتاتا بما يحدث من صراع بماذا يمكن لهذه الصراعات أن تؤثر على دولة كتونس أو موريتانيا مثلا؟ لماذا لا ندرج هذه الدول في خانة الحياد؟ غير أن هذه الدول ولو أنها تتعامل بودية مع روسيا أو الصين غير أن انطباعها الثقافي هو غربي أوروبي وطبعا هي جزء من النظام الاقتصادي العالمي الذي ممكن اعتباره من أقوى أدوات السيطرة الغربية وتتأثر نوكشوت بالحضور الفرنسي في الساحل ومالي كما أن الفوضى الخلاقة والأذمة التي أثارتها القوى الغربية في ليبيا تؤثر كثيرا على تونس لا يوجد دولة عربية محايدة حتى جزر القمر البعيد عن كل هذه الساحات غير حيادية لأنها ضمن النفوذ الفرنسي وإن غرقت فرنسا في المستنقع الأوكراني فذلك سينعكس عليها لحد ما فما بالكم بدولة كجيبوتي مثلا؟ هي دولة صغيرة وبعيدة عن هذه التجاذبات ولكن كيف لن تكن معنية مع وجود قواعد عسكرية فرنسية وأمريكية وغيرها على سواحلها؟ الدولة العربية الوحيدة التي كنا نسمع فيها أطرافا تطالب بالحياد إزاء الصراعات الإقليمية والدولية هي لبنان لذلك كان من المتوقع لهذا البلد أن ينأى بنفسه عن حرب تدور بين روسيا وأوكرانيا والتي لا تخصه بشيء مع العلم أن البلد منقصما فعليا بين المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي وهذا حتى قبل تأسيسه كدولة ومن الأسباب الرئيسية لحروبه الأهلية اللبنانيون يعطون هذا الانقصام أسماء أخرى لكن المضمون هو ذاته وبالرغم من أنه الحكومة لم تأخذ موقفا رسميا أطل وزير الخارجية من تلقاء نفسه بإعلان تضامني مع أوكرانيا والغرب ما أثار غضب بعض اللبنانيين والأحزاب المؤيدة للمقاومة أو اليسارية منها من كان يدعو إلى فوائد الحياد في لبنان هو من خرج وصرح بأن روسيا معتدية بينما أوكرانيا عبارة عن جمعية ملائكية هذا البيان الصادر عن وزارة الخارجية دون أن يكون من صلاحيتها اتخاذه جلب للوزير المجتهد تقديرا وشكرا من السفيرين الألماني والفرنسي في بيروت الذين سارعوا للقائه عقب هذا الموقف لكنه بعد أقل من أسبوع التقى الوزير نفسه بسفير روسيا في بيروت ليؤكد على متانة العلاقات بين البلدين مع أن لبنان ليس معيارا للمنطقة فمن المعروف عن بعض اللبنانيين كونهم ملكيين أكثر من الملك وأنه لا يوجد إجماع في أي ملف في هذا البلد التداعيات والنتيجة على داعمين المعسكرين على السواء ستتبلور حسب مسار الحرب الدائرة أو خواتيمها الصراع يجري على الأرض الأوكرانية لكنه صراعا بين موسكو وواشنطن لا يستطيع أحد أن يتنبأ بنتائج الحرب وحتى لو كان ذلك متاحا فاستخلاص الحصيلة على أي دولة معنية هو أصعب بعد معرفة إن كان المردود إيجابيا أو سلبيا على منطقة أو بلد ما لا يرتبط فقط بمواقف هذا البلد بل أيضا بردة الفعل في سياق تطورات الحرب ومسارات المعارك لنأخذ على سبيل المثال سيناريو افتراضي ينجح فيه الغرب بتحويل أوكرانيا إلى مستنقع لاستنزاف روسيا فهل سيرفع ذلك روسيا لتقديم تنازلات في سياساتها الخارجية وتقليص دعمها لحلفائها أو بالعكس ستكون ردة فعلها أن تواجه الضغط بالضغط المقابل وبزيادة هذا الدعم وتوسيع تحالفاتها إذا واصلت تركيا مثلا أو إسرائيل دعمها التسليحي لأوكرانيا كيف سيقابلها الروس؟ هل سيقدمون لها تنازلات في الملف السوري ويضمنون لتركيا نفوذها في إدلب أو غيرها؟ ويردون إسرائيل بالامتناع عن تسليح إيران؟ أم أن هذه التصرفات ضد الأمن القوم الروسي سيحفز على دعم أكبر لأصدقائها معاقبة على هذا الاستفزاز وعندها ستستفيد هذه الدول الصديقة بتدفق السلاح الأحدث والدعم العسكري الشامل تصوروا لو قرروا مساعدة طهران في مجال الصواريخ العابرة للقارات أو غواصات الدفع النووي أو زودوها بأقمار صناعية ذات مسح رداري أو حراري لاستباق أي تحرك ميداني ضدها فكيف سيسعى الغرب لعرقلة هذا الأمر هذه المرة؟ كما فعل في السابق للحؤول دون حصول طهران على منظومة الـ 300 لسنوات طويلة ما اضطر موسكو لدفع تعويضات لإيران كما إنه لن يبقى لإسرائيل أي رصيد عند الروس ما يعني إن غاراتها على سوريا ستنتهي في هذه اللحظة في حال أصبحت روسيا في وضع حرج هذا لا يدل على إنها ستتنازل للغرب عن علاقاتها مع الصين أو كوريا الشمالية أو فينزويلا بل من الممكن أن تسعى لتقوية هذا الارتباط كما إن تقوية الجزائر كإجراء معاكس للضغوط الفرنسية سيشكل كابوس على دول جنوب أوروبا وخاصة فرنسا ماذا لو أعادت موسكو سيناريو أزمة الصواريخ الكوبية هذه المرة في فينزويلا؟ هل تستطيع واشنطن الاعتراض على ذلك بعد تسليحها للأوكرانيين ونشر قنابل البي 61 النووية في أوروبا والتركيا؟ أما في حال اعتبار إن روسيا نجحت في وضع الغرب تحت الأمر الواقع واستعادت نفوذها على أوكرانيا فهذا سيسجل كمصر لها على الساحة الدولية مهما وصلت العقوبات إلى درجات أعلى ذلك لن يغير منظور الدول الصديقة أو المعادية في الشرق الأوسط من المشهد وسنرى عندئذ بعض الدول المحسوبة على واشنطن تغازل موسكو وبشكل عام كل الدول المناهضة للغرب والتي هي تحت العقوبات الاقتصادية ستستفيد من التحاق روسيا بهذا النادي للخارجين عن النظام المالي الغربي روسيا ليست جمهورية موز واقتصادها مؤثر عالميا مهما قالت التصنيفات وكلما التحقت دولة بهذا النادي وتوسعت دائرة المحاصرين نقديا كلما خفت وطأة العقوبات عليها لأن كل هذه الدول تتواصل بينها وهي متضامنة وتسعى للتكامل في المجال الاقتصادي والصناعي والعلمي ويتخط اليوم عدد الدول المعاقبة اقتصاديا وسياسيا الثلاثين دولة وتحاول إدارة البيت الأبيض من استخدام سلاح العقوبات حتى ضد الصين فهل سيكون بعد من معنى للعقوبات على المدى المتوسط أو حتى القريب؟ ستصبح رقعة الشطرنج العالمية منقصمة رسميا إلى قطبين بين الحلف الأطلسي والحلف الأوراسي كما كانت الحال في الحرب الباردة إذا عجبكم الموضوع فادعمونا بالضغط على زر الاعجاب والاشتراك أو زر الجرس ليتم إخباركم بكل نشر جديد يمكنكم المساهمة بتعليقاتكم وبأرسال الفيديو إلى معارفكم المهتمين